ديمقراطية تطيح بفيروقراطية المؤسسات نابعة من إرادة الشعب جاءت نتيجة الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التركية بحسب رئيس منظمة التعاون المدني في تركيا الدكتور إيهان أوغان أثناء مشاركته بندوة تحت عنوان تركيا بعد الانتخابات عقدها بيت الإعلاميين العرب في تركيا بمشاركة عدد من المختصين بالشأن التركي الآن الاختزال في عدد الوزارات من 26 إلى 16 وزارات هذا فيه أعتقد قفزة جيدة من ناحية الروتين البروتوكول توفير الأموال والسلطات الأوسع وهذا سيحدث بكثير الوقت المهدر منذ قبل التحول بين عدة وزارات حيث ودعت تركيا بهذا النظام الجديد عهد التجذبات السياسية المبنية على أساس إيديولوجي أو عرقي وانتقلت الحركة السياسية العامة من حكر النخبوية إلى التوسع الشعبي الذي شكلت رياقا لتركيا ضد الاختراقات الاقتصادية والعسكرية تجربة الخامس عشر من تموز لا يمكن أن تتكرر لأن الشعب الذي أعطى السلطة للحكومة عن طريق الاختراع لا يمكن أن يقبل بإثارة الاضطرابات الداخلية سواء كانت اقتصادية أو عسكرية أو اجتماعية كما نقل النظام الجديد الحكومة والبرلمان والقضاء من مرحلة التجاذب الذي يؤخر النمو إلى مرحلة التنسيق بما يصب بمصلحة تركيا الأكثر نموا وتطور وعلى الصعيد الخارجي يحقق النظام الجديد بحسب الندوى لتركيا موقعا عالميا وإقليميا يتعامل مع محيطه من منطلق الندية ويزيد من تمسكها في دعم حركات التحرر العربية تركيا في النظام الرئاسي الجديد ستتعامل مع دول الإقليم حسب متطلبات السياسة الخارجية بغض النظر عن دكتاتورية تلك الأنظمة وهذا لا يعني تفريطها بمبدأها الداعم لحركات التحرر في العالم العربي سياسة الباب المفتوح تجاه اللاجئين العرب الهاربين من دكتاتورية الأنظمة لن تتغير في ظل النظام الرئاسي وعلى العكس من ذلك ربما سيعطي هذا النظام لتركيا حيوية أكبر في التعامل مع هذا الملف سياسة الباب المفتوح تجاه اللاجئين وأيضا سواء من سوريا أو من العراق في اعتقاد هذه لن تتغير وضع اللاجئين في تركيا هو الوضع الأفضل وسيستمر هذا الوضع نفسه باعتبار أنه ليس هناك أي تغيرات في الطاقم الحاكم جمهورية ثانية بفلسفة سياسية جديدة تودع بها تركيا زمن البيروقراطية فاتحة للمجال أمام نهضة ستجعلها رقما صعبا في النظام العالمي المتغير ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر